مرد الصرع مرد الصرع مرد الصرع مرد الصرع مرد الصرع مرد الصرع يغيروا في جرعة الدواء أو يغيروا في أدوية الصرع يميخذوا في دواء تاني لأنها مجموعة كبيرة مضادة للصرع وتناسب كل مريض يناسب الدواء الخاص به لكن لما تغير أنت الدواء من غير ما تقول الدكتور أو أنك تغير في الجرعات أو في أوقات تناول الجرعات هذه أهم حاجة أنك ممنوع عليك كمريض الصرع أنك تديرها لأن هذه هي التي تزيد أيضا من حدة نوباتيج الصرع هذه حاجة والحاجة الثانية الأضواء الساطعة بمعنى الناس اللي يجلس واجد الأضواء الساطعة اللي جاية من التلفزيون أو جاية من الكمبيوتر أو الاستخدام الكثير للنقلات أو الناس اللي يستخدموا في الألعاب زي بوبجي هدينا كلنا يزيدا من الأضواء الساطعة هذه تزيد من حدة نوبات الصرع ويدي ذلك إلى التشنجات وشحنات كهربائية كثيرة هذا بالنسبة ليش لقصة الأضواء الساطعة ثاني حاجة اللي هي جدا كافيين طبعا ضروري جدا قللوا من الأطعمة والمشروبات تحتوي على الكافيين زي الشاي زي القهوة زي الشوكولاتة زي الحاجات الأخرى مشروبات الغازية لأن هدينا كلنا يزيدا من حدة نوبات الصرع ينذازم الكافيين نسبة الكافيين خلال اليوم نحاول بقدر مستطع إننا نحنا نقلوها أو ما ناخدوش كحاجة فيها كافيين أصلا ثاني حاجة التدخين التدخين في تركيبة متاعها فيه النيكوتين حتى هو النيكوتين يزيد من حدة نوبات الصرع فضروري جدا أن نحنا نقصه أو نحنا نتوقفه عن التدخين مرضى صرع ضروري أن نتوقف عن التدخين ما نقولش تنقيص إيقاف التدخين لأنه يؤثر على حدة نوبات الصرع ويؤثر على الشحنات الكهربائية هذه بالنسبة ليش الممنوعات عليك كمريضة ثاني حاجة الأخيرة والنقطة الأخيرة اللي هي النظام الغذائي النظام الغذائي لابد أن يأخذ نظام غذائي صحي متوازن يعني ما يخذش أطعمة فيها قلة سكريات مما يسبب هبوط في السكر فيؤدي ذلك إلى زيادة في مرضى في نوبات الصرع ولا يأخذ مأكلات فيها سكريات وحلويات ومشروبات غازية بكمية كبيرة من السكريات فتؤدي لارتفاع معدل السكر في الدم فيزيد عندنا نوبات الصرع يجب أن يكون معدل السكر متعدل قياسة خاصة لمرضى السكر واللي عنده مرض صرع أو اللي ما عنده مش حتى مرض السكر ضروري مرة تحدث المقدر الله هبوط في السكر أو زيادة مفاجئة فيها السكر بمعنى تاني تناول الأكلات اللي فيها أقل كربوهيدرات وأكثر نسب الدهون حتى يصير تكسير للدهون لما يصير تكسير للدهون ماذا يحدث؟ حتى تعطينا طاقة وبهذه الحالة أننا نأخذ أكل أقل كربوهيدرات هذه حاجة تاني حاجة كثرة من الفيتامينات بمعنى من هنا الفيتامينات اللي يجب أن يأخذوهن مرضى الصرع أول فيتامين هو فيتامين بستة حتى نقصه من حالة الاكتئاب فيتامين إتش والمغنيسيوم هذين الثلاث حاجات ضروري جدا أنه يأخذهم مريض الصرع ثالث حاجة لابتعاد بعد تام عن أي أكلات فيها مملحة أو حارة هذين نبتعد عنها لمرضى الصرع تاني أكثر نظام غذائي يناسب مرضى الصرع وهو النظام الكيتو لأن نظام الكيتو يركز أكثر شيء على الدهون ويقلل من الكربوهيدرات والبروتينات فأكثر نمط غذائي يناسب مرضى الصرع هو نظام الكيتو ثالث حاجة لازم نحن نخذ الأغذية التي تحتوي على عنصر الفسفور تحتوي على عنصر الحديد وطبعا نحتوي على عنصر فيتامين سي حتى يساعد على انتصاص الحديد بالطريقة الصحيحة وثالث حاجة لازم نخذه على عنصر الكاليسيوم لأن ارتفاع الكاليسيوم عالي عن الحد المطلوب أو نقص الكاليسيوم يؤدي إلى حدوث نوبات من الصرع هذه حاجة نحكو عن أضرار حبوب الصرع حبوب الصرع أو أضرار طبعا أدوة الصرع في منها حبوب وفي منها أقراص بكابسولة وفي منها شراب بأدوة الصرع 말씀 يا أضرار علي ماذا تتوقف؟ أول شهיה التي تتوقف عليها أدوة الصرع وهي الجرعات يعني الدواء الموصوف للمريض أو الجرعة أو الوقت المناسب لللمريض أو المتلقي على الظروف الخاصة لللمريض المتلقي أو طبيعة جسم المريض المتلقي لهذه الدواء الصرع ماذا يحدث لا؟ يأما دوخة، يأما رعشة، تساقط الشعر، طفح جلدي طبعاً لما يحدث طفح جلدي ضروري أنك تمشي للدكتور تقول راني لا حدث لي من الدواة طفح جلدي ممكن يكون عندك حساسية من هذا الدواة وفقدان في الذاكرة لأن بعض من أدوية الصرع تؤدي إلى فقدان في الذاكرة وطبعاً فقدان هذا يكون قصير المدى ممكن لما تقول للدكتور أنك أنت صلى فقدان في الذاكرة خاصة عند بداية العلاج أو عند زيادة في الجرعة يحدث الأثار الجانبية هذه لكن بعض منها تتحسن حتى فقد الذاكرة ممكن تحسن يأما ينقص الجرعة أو يغير العلاج فتتحسن الذاكرة قريقة إيجابية وبعض منها تدخل في أثار جانبية خطيرة قليلة ما تحدث اللي هي الميول للانتحار أو التهاب الكبد وهو طفح جلدي مزمن هذين قليل ما تحدث هذه الأثار الجانبية إن تحتبر أدوية الصرع آمنة لو أخذت بالطريقة المطلوبة، بالجرعة المطلوبة، بالتوقيت المطلوب وعدم تغيير الدواء إلا بإشارة الدكتور وعدم إيقاف الدواء مباشرة لنا في إعراض انسحابية في سؤال دي ما يذكروا فيه هل حبوب الصرع تسبب الإدمان؟ نعم حبوب الصرع تسبب الإدمان نتيجة إن الجسم يأخذ عليه لنا ممكن تسبب له يأما فرض في النشاط، يأما خمول، يأما تعب لو كانتنا فرض في النشاط معناه هو معاش يقدر يدير أي مجهود اللي يأخذ هذه الحبوب اللي هي حبوب الصرع مما أخلي جسم إنه هو متعود عليه ممكن تسبب له إدمان لكن إيقاف هذا الدواء يكون عن طريق الطبيب المختص به كيف نحدو نحن من أضرار حبوب الصرع؟ أول حاجة نأخذ جرعة المطلوبة ما نأخذوش جرعة أكتر من الجرعة اللي أعطاها لنا الدكتور ما نغيرش الدواء هل طبعا كل هن يكون عن طريق الطبيب المختص وأخذ الدواء المناسب لحالة الصرع لأن الصرع في منا خفيف متوسط وفي منا اللي هو أكتر شدة هذين طبعا فيه أنواع من الصرع لأنه أنواع لتشنجات الشحنات الكهربائية أو حتى اللي يحدث له نوبات فيه اللي يحدث له على فترة بسيطة وفيه اللي يحدث له كل شوية وفيه اللي قد حتى مرات يوصل لسانة محتتلاش نوبات صرع طبعا هذين حاجة تاني حاجة ضروري الأثار الجانبية لما يصلك أي أثار جانبية أنك أنت تمشي تقول الدكتور على الأثار الجانبية لدواء الصرع تاني حاجة ما تقفش الدواء الصرع إلا باستشارة الطبيب تالت حاجة حدث لك أي حتى لو حدث لك طفح جلدي ضروري أنك أنت تتكلم الدكتور وتاني حاجة لو حصل لك فقط في الذاكرة بسيط ضروري أنك تتكلم الدكتور وتقول له على الأثار الجانبية ليش تقول له أثار الجانبية لأن الأثار الجانبية هذه ممكن تتحسن لو أن الدكتور غير لك خطة العلاج ممكن الأثار الجانبية هذه تتحسن أو يقلل منها وبعض منها قد تكون خطيرة وهي بنسبة بسيطة جدا تكون أثار الجانبية خطيرة جدا هذه أكثر شيء أنا حبيت أن أركزكم فيه بالنسبة لمرضى الصراء وإن شاء الله بالاستفادة وبالصحة للجميع